اهلا بكم في موجز لاهم يواخر الاخبار قالت مصادر اعلامية بان الوية العمالقة الجنوبية دخلت اولى مناطق مدرية الجوبة جنوبي مأرب بعد تحرير مدرية حريب بالكامل واكدت المصادر قيام المليشيات بتفجير عقبة ملعى الرابطة بين مدريتي حريب والجوبة في محافظة مأرب واقامت مليشيات الحوثي بتفجير الطريق بالعبوات الناسفة التي زرعتها في جسور وعبالات الطريق العليا والسفلة والتي تربط مدريتي حريب بالجوبة بمحافظة مأرب ويأتي تفجير مليشيات الحوثي لعقبة ملعى بعد طردها من مدرية حريب في محاولة منها لإعاقة تقدم قوات العمالقة الجنوبية لقي عدد من عناصر مليشيات الحوثية مصرعهم وأصيب آخرون عند محاولتهم تنفيذ عملية تسلل في قطاع ثوخبة الشمال الشرقي مدرية الحشاء بالضالع تأتي هذه التطورات وسط استمرار وحدات الدروع والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الجنوبية استهداف أماكن ومواقع تمركز مليشيات الحوثية في أكثر من قطاع محققة إصابات دقيقة لأهدافها خلال الأيام الماضية عقد في منطقة الردود بوادي حضرموت اجتماع جمع قيادة الهب الحضرمية برئاسة الشيخ حسن سعيد الجابري رئيس لجنة تنفيذ مخرجات لقاء حضرموت العام للتأكيد على دعم الهب الحضرمية والتحضير لتصعيد الأكبر ومؤثر على مستوى المحافظة وفي الاجتماع أكد الشيخ الجابري أن المساعر المشتركة مع نقابات العمال ستشتث الفساد وستعيد الحقوق وتحقق مطالب أبناء حضرموت بدورهم عبر أعضاء المكتب التنفيذي لنقابات العمال بحضرموت عن تقديم مصفوفة من الإجراءات الصارمة والجادة لانتزاع الحقوق الحضرمية وحفظ الأمن والثروة بحضرموت أعرب المجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات عن إدانته واستنكاره الشجدين للهجمات الإرهابية بالطائرات المسيرة والصواريخ البلسية التي قامت بها ميليشيات حوثي مستهدفة منشآت ومناطق مدنية على أرض دولة الإمارات وأكد المجلس في بان الله أن هذه الأعمال الجبانة تخالف كل القوانين الدولية والأعراف الإنسانية والأخلاقية وتمثل تهديدا مباشرا للأمن العربي ووحدة صفه واستقراره وتمثل نشرا للإرهاب وتهديدا مباشرا للسلم والأمن الدولي هذه الموجز لللقاء اشتركوا في القناة